هكذا تقصف مليشيات الحوث الإرهابية المستشفيات والمنشآت الخدمية في الحديدة بعد أن عبثت عناصرها الإجرامية بكل مقدرات اليمن لتثبت للعالم أنها جماعة تدمير وموت الصورة واضحة وجلية عن انتهاكات المليشيات للهدنة الدولية المفترضة والتي تماطل في تنفيذ التزاماتها إلى اليوم منذ أكثر من ثمانين يوما حيثما فتئت في استهداف البنى التحتية لمحافظة الحديدة مستغلة السلام الهش والتزام القوات المشتركة لأقصاء درجات ضبط النفس ورغم محاولاتها التسلل إلى المناطق المحررة لكنها تبوء بالفشل بفضل يقظة أبطال المقاومة الذين يقفون لها بالمرصاد مستشفى 22 مايو ومجمع إخوان ثابت التجارية والصناعية وعدد من بنايات القطاع الخاص والبنى التحتية باتت أهداف يومية للحوثي ومليشياته طارة بقذائف الدبابات وأخرى بقذائف الهاون والأسلحة الرشاشة لتكشف حجم الحقد الحوثي ورغبته في تدمير كل شيء ويتزامن التصعيد الحوثي مع استمرار رفض المليشيات تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق عادة الانتشار والقاضي بانسهابها من ميناءي الصليفة ورأس عيسى والذي كان مقرراً بداية الإسبوع الماضي إلا أن المليشيات تتملص من التنفيذ وتمضي في خروقاتها وانتهاكاتها غير مبالية باستحقاقات السلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر